تقدمت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بأسماءات التهاني والتبركات بمناسبة يوم المرأة البحرينية والذي يحتفى به هذا العام بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي وأكدت الصالح بهذه المناسبة الطيبة بأن التمييز والريادة التي حققتها المرأة البحرينية في هذا القطاع وفي كافة القطاعات التنموية الأخرى إنما يأتي بفضل الدعم المتواصل واللا محدود للمرأة البحرينية والاهتمام المتنامي بتقدمها ومنحها لمجمل الفرص المتاحة والممكنة أمام تفعيل دورها ومشاركتها في مسيرة البناء والتنمية الشاملة في مملكة البحرين الغالية مثمنة الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية والرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى والذي أثمر عنه وصول المرأة البحرينية إلى مناصب قيادية ومراكز متقدمة على مختلف الأصعدة محليا ودولية مؤكدة بأن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عهل البلاد المفدى لطالما عمل بكل جدارة وكفاءة واقتدار في تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص وتقديم شتى الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتقدمة لتعزيز مكانة المرأة اشتركوا في القناة